السلام عليكم من تتبعين قناة حباتي ليدي اليوم ان شاء الله وبإذن الله غدي نشارك معكم طريقة تحضير طبق الشهير كوزامية هنا غدي نستعمل كوزامية ميكست سيبخام شي حاجة روعة مع أسرار نجاح ديالها وغن أعطيكم واحد سر خطير اللي تي اللي تي خدموا به المطائم دعمة الكبرة وهذا سير أعطت لي أعطت لي واحد صديقة ديالتي فعلا تتخدم في محل ديال الكوزامية خصيصة للكوزامية مختص يعني في الكوزامية وهتاتني سير من أسرار النجاح ديال اللي بتديالتها غدي نشاركوا إن شاء الله معكم خليكم مع تتيمات الفيديو إلى الآخر بسم الله على بركة الله غن ناخد واحد الكمياء ديال السدر ديال الدجاج أولاق ديال ديكرومي غدي نوضعو فيه معلقة كبيرة ديال المطاقت شوية ديال الملحة وشوية ديال البزار من الأحسن شوية ديال الكامون يكون بالزيد وشوية ديال الزعتر وديال القزبر يعبس غدي نمعكوهم مزيان أنا هنا يا القطعة ديال الدجاج أو ديال الدكرومي خديتهم بشكل طولي في نفس الوقت هنخليهم على جنب وغن ناخد لكتا غدي نوضعو فيها شوية الملحة شوية شوية ديال البزار شوية القزبر يعبس وغدي نضيفه واحد شنو اسمية ديال القربة يعني واحد القبيسة صغيرة ديال القربة معها شوية ديال الكامون أنا ما تنفضلش نضير رفل فلح هرار ليبو كيف نضيفها يعني يضيفها بالزيد ماشي مشكلة تنمعكوها من بعد ما تنضيف معها واحد جوج معالق ديال الزيتور تنمعكوها مزيان حتى تتشانت لنا جميع المكونات تنشكلوها على شكل كويرات ونوضعوهم في واحد الإناء على جند حتى تنكملو الكمية كاملة عد باش تندوزو المرحلة ديال الطهي هنا البنات غن ناخدو الهوت دوغ أنا كان عندي مكونجلي غادي نوضعوه على جند بحتيت تطلق تنشحروا هادك لادان ديال السدر ديال الدجاج تنشحرهم زيان في مقيلة مع معلقة كبيرة ديال الزبدة وتنقلو البتاطا لان ضروري من هنا الطبق الكوزمية ضروري ما تكون في البتاطا فريت يعني تتكون بالأساسية ديالو هنا خديت اي نوع ديال الليبات وانا خديت هادو بالطبط تنسلقوهم في الما والملح حتى تتسلقو لنا مزيان كيف ما تنحيدوهم من الماء مصلق تنخلو عليهم الماء بارد مزيان من الروبيني مزيان وتنخليهم يتسقطروا تناخدو ثلاثة المعالقة ديال الزبدة مع ثلاثة المعالقة ديال فورز شوية ديال الملحة شوية ديال الجوزة إلا كانت توفرت إلا ما توفرت مشي مشكل واحد شوية ديال بودر ديال التماء اللي مجففة تناخدو الحليب احنا عندي اطر ديال الحليب تنوضعو فيه الباديان وهذا هو السر من الاسرار نجاح ديال اللي كل ديال اللي ما تنعرفوها شمنين بالطبط تناخدو الباديان وتنرقدوه في الحليب وتنخليه واحد لمدة يبقى مرقة فيه الحليب اللي غادي نصيبو به لاصوس بجامل من بعد تنخلطو البنات كامل انت تعرفو كيفاش تصيبو لاصوس بجامل تنخلطو يعني تنخلو الحليب الزبدة والدقيق حتى تتجانسوا لنا بزيان على باش نضفو لهم ذاك الحليب اللي وضعنا فيه اصلا السميتون استغفو الله راضي اللي وضعنا فيه الباديان من بعد تناخدو واحد الإناء بوليكون كبير تنوضعو فيه ليتباط تنزيدو عليهم لادان تنزيدو عليهم شوية ديال الكفتا شوية ديال الهوت دوغ واحد ديلوش كبارين يكونوا ديال الاصوس بيش عميل وتنحاولو اننا نخلطو هاد الخالط مزيان وتنزيدو عليهم حتى الهوت دوغ باش ما ننساوش تنزيدو عليهم مم الشاكو تخي لانو تيكون مهم وتعطي دك اللدة ديال الفيمة هنا الهوت دوغة البنات قطعتو الجوج ودخلتو ديرك الفران دهنت طاوب شوية ديال الزيز بالبنسو ودخلتو مفران ما جاوش مزيتين جاو عطي الليقو ديال الفيمة تنخلطو مزيان تأتي الخالط لانو مزيان 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 من يسال يحدث راني تسويق اللي كنضيعه للفرن ينقضيوا فيا christian innaq vea leeddieal qozam — rebels مش بضروره يعني اي sido بضروره main inaq quematắcان سيوط تنذيرو ابету بواقني mb مش بضروره دوك اللي السلطين وطيانية القى عيدي هقيمتو انوا ديال كوزا مياه لديه لكن اذا كذبما أن شي Goncane ul meio a посเสرط شوة parallel وضعت سيورة الفيمة وضعت ايناء وضعت فيها لصوص بشامل في الأسفل وضعت الحشواء المخلطة جيدة طبقة كأولى وتنظيف لها لصوص بشامل من الفوق كميات تكون اختيارية حتى نحاول اننا نفرقها ما بين نوزعها للإناء من بعد تنصرف البطاطة ديالتنا اللي كنا سلقناها في الماء والملح البنات وثلاثة المعالقة ديال الخل بالطبط الخل تيخلي البطاطة ديالنا تتجي رائعة ما تتشربش لنا الزيت البنات نهائيا ما تتجي روعة تنحاولوا اننا نزيدوا طبقة اخرى ديال لصوص بشامل من الفوق من بعد غادي ناخد انا يا غادي نضيف الهوت دوك على شكل قطع صغيرة غادي نضيفه من الفوق تهوية بشكل ديال الحال اللي تيكون راقي ووزوين بزاف وتعطيك الليد الشهوة انك يتاكلها داك القغاطة اولى الكوزمية ديالتنا تنضيف الفروماج هنا يا ضروري بالاحسن يكون ما بين الحمر اولى البيض كريتول المزاريلا ولكن عندنا شي دار تهوة محكوك ما نكرهوش يكون احسن يعني لا توفر ما توفرش ماشي مشكل هنا تناخدوا ايناء ديال الكوزمية انا بغيت نوريه لكم هو هذا انا دايجو شاركت معكم الكوزمية ولكن من احسن اي ايناء هنا هدا امور ديال الكغاطة اللي صغير تهوة فرضي وتهوة عمرتو يعني ستتخرج لنا كمية كتيرة فيها نسكيلو تاليبات وفيها كيلو تالبطاطا باش تعرفوا المقادير بالضبط ونسكيلو ديال لدان نسكيلو ديال الكفتاء والهوت دوك باكية اللي كانت عندي ديجا في الفريغو وباكية وحيدة ديالت ديالت الشاكي تخي والفروماج اللي حساب المتوفر عندكم وتدجي رائعة تنشعلوا الفران من الاسفل حتى تحسوا بها باننا دخلات طيب لان كل شي الحمد لله طيب عاد باش تنحمرو داك تنغاتينو داك اللافاس الفوقانية ديالت القوزمية ديالتنا بصحة والراحة تدجي رائعة تنتمنى ان شاء الله بإذن الله هل أعجبكم الفيديو تحاولوا تدعموني بلايك وما تنسوش تخليوا لي تعليق وبرتاجيه مع أصدقاء ديالكم ونقول لكم شكرا على المتابعة واللهم إن هذا بفضلك ومن فضلك اللهم أديمها نعمة يا رب وحفظها من الزوال وإلى فيديو آخر إن شاء الله في القريب العاجل يا رب شكرا على المتابعة